السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخوتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في أحسن الأحوال مرحبا بكم من جديد في الفيديو اللي كانت مننا يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبيعة الحال مع آخر الأخبار وآخر المستجدس اليوم الإخوان قد نتكلموا على أول رد رسمي من رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش وفي المنبدأ وكنتمنى منكم الإخوان لايك والبرتاج لهذا الفيديو وكذلك الاشتراك المتتابعي الأوفياء شكرا جزيلا لدعم لكم المتواصل أما الضيوف جدد فمرحبا وألف مرحبا على بركة الله سندخل الصور بالموضوع إخواني أخواتي سنخليكم أولا مع الكلام ديها العزيزة خنوش ونرجع من بعد وتقليص الفواريك الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الإنسانية حضرت سيدة السادة لا أحد بإمكانه أن ينقر حجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والتبقى الشغيلة بسبب فيروس كوبيد التسعة عشر الذي ضرب البشرية جمعا وشحل تساقطات المطرية واتفاع الأسعار المواد الأولية رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجرية التي تم اتخاذها بتوجيهات الملكية السامية للتخفيف من تلك الصعوبات وهو ما يتطلب منظورا شموليا يدخل حوار الاجتماعي بنفس جديد يقوم على التعاون والتشارك الواقعية للوصول إلى أفضل السيار لمعالجة فجوة التفاول الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن فالتغييرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم وتوتر علاقة العمل وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المعضلات الاجتماعية تعتبر بين التحديات التي ينبغي مواجهتها مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنات آلياته ومضامنه أقد أخذت حكومتنا على عتقها رفع تحدي استكمال أركان الدولة الاجتماعية وراء النظر المتبصرة لجلالة الملك في بناء مغرب أفضل ومنذ استكمالها لأركانها الدستورية بالتعني الملكي والتنصيب البرلماني بادرت الاتخاذ العديد من القرارات والمراسم والقوانين لكتهم التغطية الصحية والتقاعد لأصحاب المهل الحورة ومراسم تحسين وضعية أطر التعليم لجعل خطاب الدولة الاجتماعية ممارسة على أرض الواقع ولأن هذه الحكومة تؤمن بفضيلة الحواء وهي منبتقة عنها أي أسمى حواء سياسي مجسد في الانتخابات الحوضة والشفافة إخواني أخواتي هذا هو الكلام عزيزة خنوش والصراحة مليك يخرج الشعب المغربي أو المواطن المغربي للشارع كي يأكدوا بالصفيعية ويطلبوا بالمطالب ديالهم المشروعة يقول عزيزة خنوش على الغلاء ديالأسعار وكذلك على الاحتجاج جسدية للشعب المغربي باللي خاص تحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثق اجتماعي مستدام بما يضمن تنفس المقاولة يدعم القدرة الشرائية وقال لي أخنوش خلال افتزاح ديالدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولة العدلة الاجتماعية المنعقد بمجلس المستشارين اليوم تحت عنوان الحوار الاجتماعي ورهانة الدولة الاجتماعية إنه لا أحد ينكر الصعوبات التي تعانيها الشغلة بسبب تداعية فيروس كورونا وارتفاع الأسعار وشح الأمطار وأشاد بالقرارات الجرية التي اتخذتها الحكومة في المجال الاجتماعي لكن أخنوش شدد على أن المغرب يعيش موناخا سياسيا جديدا بفعل دينامية التنموية ومخرجات المصال الانتخابي الطويل الذي شمل انتخابة مجلس النواب مجلس المستشارين وانتخابات الجماعات الترابية وممثل الهيئات النقبية في القطع العام والخاص وما نجم عن مصار ديمقراطي وشفاف من جديد مسلسات المنتخبة معتبرا أن ذلك سيساهم في تجاوز حالة سؤل الفهم التي كان عليها الحوار الاجتماعي في السابق هنا عزيزة خنوش كيقول الحوار الاجتماعي السيء رئيس الحكومة وكان كان حوار اجتماعي ما كناش غدين وصلوا لهذا الشيء ما كان الشعب أو المواطن المغرب يخرج للشارع وكان كان الحوار ما سنوصلوا لهذا الأزمة اللي حنا فيها هنا أخ النوش كيقول باللي انتو ما اللي اختارتوا اللي اختارتوني يعني في الانتخابات فعلا الشعب المغربي المواطن المغربي يختارك ولكن منحق الشعب المغربي يتحاسب معاك منحق الشعب المغربي كما اعطاك الصوت دياله وتاقفيك في نفس الوقت أو في المقابل منحقه يحاسبك لأن الشعب المغربي أعطاك الصوت دياله وإحنا كان عرفوا باللي صراحة المغربي الكامل ذال انتخابات نازيهة الشعب اختارك الشعب أعطاك الصوت دياله ولكن الشعب ما قالكش تجوعه ما قالكش تبهدله الشعب منحقه يهضر منحقه يقرر الشبب ديالنا راه محتاج يتنفس الشبب المغربي محتاج يتنفس نتقسمه أو تقسمه مع الشعب فكروا في المساكن فكروا اللي ما عندهم وبعد الحالة منحق الشعب يعارضك منحق الشعب المغربي يقبس معك على شرفعته الأسار على جهرتي هذي على جهرتي هذي خاص الحوار الاجتماعي خاص يهضر باش ما نصلوش لها يجعن وشفنا إخواني أخوة تلباح الفضيحة اللي وقعت في القنيترا ودخلوا الناس ويتشفو فينا والحمد لله يعني كين صوروا وكين فيديو باللي هذيك الطبقة أو هذك الناس لديوا ذك الشغب هم غير قاصرين الحمد لله بلادنا ما شهدية للطوابير الحمد لله بلادنا فيها كل شي هنا يحنا يكان غوتوا غير على رفع الأسعار هذيك القاصرين اللي دارو ذك الشي في السوق ديال القنيترا خاصهم يتحاسبوا خاصهم يتربوا لأن ذك الشي ماشي من أسلوب أو ماشي من الأخلاق ديال المغاربة ذك الشي اللي دارو في السوق يعني احنا يا كمغاربة ما نرضاوش به يكون في بلدنا من تقبلوش يكون في بلادنا يعني كيعطى واحدة سورة سيئة على البلادنا والمواطن البسيط اللي مشات لها الخضرة ديالو يعني هذا كراع اعتداء المسكين على هنا في هذا الرد الرسمي من اخ النوش عطاف باللي ما كانش حوار مع الشعب المغربي اذا ما كنتيش انتك تسمع للشعب المغربي وغلطي مع الشعب ومع المواطن المغربي اللي كان دير فيك امل كبير وكان دير فيك التقام كذلك يقول التحلي بالارادة الجماعية هذا شي اللي بغينا احنا المغاربة والشعب المغربي بغي المصلحة الجماعية المغاربة بغوا يأكلوا ويشربوا ويخدموا بكارامة ما يكونش قرارات تعسوا فيها كل شي كي يقول لا للفتنة الكارامة والعيش الكريم هذا شي لاش كي يطالب او باش كي يطالب الشعب المغربي الحكومة الخدمة ديالا انها تلقى حلول هادش اللي وقع حلول هاد ارتفاع الاسعار كرف ذاك المواطن اللي ما عندوش ذاك المواطن اللي المكسيمو ديال الصالر ديالا يكون عندو الفين درهم واش يأكل بها واش يشرب بها واش يخلص الكرة واش يخلص الدو واش يقرر ولادو او يعني كالي ما يربعش حتى ديك الفين درهم هنا الحكومة خاصها تلقى الحل والحل السريع للشعب المغربي للمواطن المغربي اخواني اخواتي هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى تخليوا لي تعليق ديالكم بالاراء ديالكم الارتصامات ديالكم حول الرد الرسمي من السيد رئيس الحكومة المغربية جزاكم الله خيرا وما تنساوش لايك والبرتاج لهذا الفيديو كذلك تعالق الوطنية في القناة اللي كان ضربوا بها الدباب الالكتروني اللي كيدخل ويبغي يطيح بلادنا ويبغي يضرب في بلادنا دائما تحت شعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يريث الله الارض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا